طيب استخدم شقاوته كمان مع التريزيجية في المطعم كله قاعد يراهن أصلا أنا أقول لك شفت الرجل ده جماعة أنا قاعد في المطعم أنا أصاد برايم واثنين ثلاثة وبالمعطي طبعا ويعني بعض الزملاء ألوم الرجل ده لا 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 وعدين أصلا أنت أجي لك تريزيجية في بطولة نهائي فاية الاندير الأفريقية تبقى مستغربة قلت لهم إي رأيكم أن الرجل ده تريزيجية طبعا بصولي تريزيجية عم اللي عجيبه هنا فقلت لهم طيب أنا مش عايز أسأله بايخة أنت تريزيجية ما هو يطلع واحد تاني تبقى بايخة مش عارفني وأنا نجم كبير وضروري اللعيم كورة فأنت قمت مخبب بوقك روح تعمل إن أنا بتكلم إبراهيم وروح تعمل إزاي وطريزيجية بصوت عالي شوية وقمت بقى راح لافت قلت له هوا كابت التريزيجية وقلت له بقى عندنا لعيب مصري مسامينه تريزيجية قال لي المهم يكون لعيب كويس قلت له أنت عارفوا قال لي هو لعيب كويس قلت له بيلعب في إنجلترا فقال لي لا هو لعيب كويس قلت له إحنا عندنا لعيبة الموهوبة بنتيمن العيبة يعني بندي أسماء للعيبة العالمين لبعض نجمنا الموهوبين الحقيقة البطولة كانت فرصة تشوف حاجات كتير جدا وناس كتير جدا ببيتوا تغير شكله خالص لا ببيتوا يعني أنا جيبتوا بصعوبة انت عادت تعملوا كده بقى عشان تفكروا لا لا عملتوا لكم على فكرة ولا واحد عرفوه لا ببيتوا راح يعملوا كده قلت لهم ده ببيتوا قالوا لي لا قلت لهم طبيعا بكده كان فيه الحقيقة فرصة إن احنا نشوف نجوم كبار جدا بطولة كانت يعني المكان اللي كنا موجودين فيه الحقيقة كان فرصة إن احنا نرجع بذكريات حلوة كتيرة جدا صحيح المباراة الأخيرة يا جماعة خدوا بالكم المهان تساعد لي مراحش أول مباراتين وقاعد قال إيه فاكر إن هو هيتفرج عليهم في التلفزيون في القوضة اكتشف إن كمان التلفزيون مش نقل البطولة فلازم أن يجيب الموبايل أو يجيب التطبيق بتاع المباريات عملت إزاي عادت أنت؟ لا أنا أقولك بيت أتابع من خلال التلفون على المواقع على المواقع وكده وبعد الماتش تبعت البرامج اللي جات فيها بعض الهاي لايس اللي جوان وقاعد مستنينا في التعليقات وقاعد مستنيكم بقى عشان نعمل نفسي شفت الماتش وبقى واوعكم فيها بس جات المباراة الأخيرة يا جماعة حصلوا اضحكتين زي مننا العزيزي الكبير الأستاذ حامد عز الدين من أول يوم بقت عنده مشكلة اسمها الحصن الحصن إيه بقى؟ فيه تطبيق على الموبايل كل الناس اللي في الإمارات لازم أن تنزل التطبيق بتاع الحصن عبارة عن برنامج يتابع نتائجة المساحات بتاعتك مش مسموح لأي حد في الإمارات يعد عليه ثلاثة أيام إلا بيوثق بدون مسحة فيعمل المسحة قبل ما يدخل الإمارة التانية يعني جاي من دبي رايح أبوظابي أو رايح أي مدينة تانية لازم يوريهم على الموبايل نتيجة المسحة بتاعته على الحصن وتاريخها بتاريخها فلما بيعمل المسحة بتتبعته على الموبايل بتاعه من خلال برنامج الحصن فالأستاذ حامد عز الدين من أول يوم موبايله وراثه ألف سيف مش هيقبل الحصن استعام بكل الناس عشان ينزلونه الحصن مفيش فبقنا نوديه أول مبارتين خلصة لازم أن يدخل مش هتدخل الملعب إلا لما الراجل بتاعه الأمن يوريك الحصن فبقنا نسلكه يدخل بطريقة سرية شوية لكن جات في المباراة الأخيرة حصلوا حكتين أخيرا موبايل للأستاذ حامد قبل الحصن فبقى ماشي ناقص يعلقوا على كتفه أقول الحصن والله معي الحصن فكان كل الزملاء فاكرين يا جماعة قدسك منه فيه آآ كل شي اقول لنا أنا عندي الحصن هو عيب يعد عندي أنا معي الحصن موسيقى موسيقى